ومعانا سؤال بيقول أنا مطلقة بين عينك أنا مطلقة وعندي طفلين وبطلع زكاة مال ينفع أديها لأولادي لأن أبوهم بيصرف عليهم نفقة ألف جنيه فقط فهي مش مكفية خالص لا ما ينفعش تديها لأولادك أنا مطلقة وعندي طفلين وبطلع زكاة مال يعني هي عندها أموال تانية غير الأموال اللي بيديها لها جزء بس الفلوس اللي بديها لها جزء مش مكفية لا ما ينفعش تدي الأموال إحنا عندنا الزكاة ما تنفعش للفروع والأصول لأن هم إذا افتقروا أنا علي أن أنا أنفق عليهم يبقى لا يجوز صرف الزكاة لمن تجب عليها نفقته فأنا ما تديش الفلوس لابني وبنتي ولا أدي الفلوس لأبي وأمي ليه؟ لأنهم إذا افتقروا أنا واجب علي أن أنا أنفق عليهم طب وإلا حال يبقى أنا إذا كان مش أقدر أديها لهم لكن في حالة تاني بيقولوا إذا كان عليهم ديون ما أتصورش أن هم عندهم ديون وعشان كده يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنا ممكن أنفق عليهم والنفقة دي تكون من من الصدقات ومن التطوع وليس من الزكاة ما ينفعش أديهم الزكاة لأنه ما ينفعش أن أنا أسر في الزكاة اليوم طب أعمل إيه؟ اطلبي من جوزك أنه هو يزود النفق لأنه يجب عليه إذا كان هو قادر يدفع وما بيدفعش يبقى هو قاس يبقى أعمل إيه؟ اطلبي من زوج حضرتك يزود النفقة لأنه ده حق أولادك فإذا كان ده حق أولادك اطلبي منه أنه هو يزود النفق يبقى نصحت لحضرتك أنه أنت تعمل إيه؟ أنه أنت تطلبي من زوج حضرتك أنه هو يزود النفقة على أولادك ترجمة نانسي قنقر